انتلقت فعليته مبادرة انت الحياة لتؤكد مرة أخرى تمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات الجمهورية حيث تستمر المبادرة بمحافظة الشرقية في مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر وذلك بدعم كبير من كافة أجهزة الدولة وهيئتها ومؤسسات المجتمع الدولي وتتواصل مبادرة انت الحياة على مداري ستة أيام وتنتهي الخميس المقبل حيث يستفيد منها أكبر عدد من أهل القرية بمختلف الأنشطة الثقافية والمجتمعية والطبية والتوعوية لبناء الإنسان وللمزيد في سياق التقرير التالي تأتي مبادرة انت الحياة لتؤكد مرة أخرى على اهتمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات الجمهورية حيث تستمر المبادرة بمحافظة الشرقية في مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر بدعم كبير من كافة أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسسات المجتمع المدني عندنا ست ورش تحت حرفية بتعلم المرأة الريفية التعليم حرف يدوية لها زي الزجاج المعشق عندنا ورش خاصة بغازل النول عندنا ورش خاصة بمعرفة عمل الصبون ومنتجات زي كده احنا بنعمل المرة دي بنرسم على بكتات صغيرة او كياس صغيرة الكياس صغيرة دي احنا بنستخدمها تعبئة الصبون اللي احنا بنصنعه في ورشة صبون تانية احنا بنعمل حاجة زي اكتفاء ذاتي من الورش كلها يعني انا باخد الصبونة بحطها في الكيس القماش اللي احنا بنرسم عليه تدريبات حرفية وورش ومحادرات توعوية تنظمها المبادرة لأهالي القرية فضلا عن قافلة طبية تجمع جميع التخصصات حيث تستهدف المبادرة التثقيف والتوعية الطبية وتوفير حياة كريمة للمواطنين احبت اشارك مجتمعي في الحاجة الجميلة دي وفي المشاريع اللي فعل افادة دي وجيت هنا بالفعل وشاركت في اللي هو التتريز هنا ما شاء الله التتريز افدني انا ممكن افتح مشروع ويكون في دخل كويس وستفدت من المس وشايف الرئيس يعني يشكر على اللي بعمله لنا وهو ما شاء الله كل مكان كل الكارية كل محافظة فيها شغل طبع الرئيس وما فيش مكان الا في شغل هو يعني عملين الوجب والزيادة تحية مصر للرئيس انا سمعت عن مبادرة حياة كريمة فجيت سألت لقيت فيه هنا ورش مفتوحة لتعليم حرف ان احنا نفتح بيها مشاريع صغيرة في بيتنا يعني نساعد بيها اسرتنا وكده فانا عجبني شغل الخرز عن نول ده صراحة حاجة جميلة قوي فانا تعلمت الحرفة دي بصراحة ما كنتش عارف عنها حاجة بنتعلم الرسمة على القماش واستفد منه حاجات كثيرة ان هي ان شاء الله ان شاء الله يعني بعد كده اقدر اعمل لوحدي ويعني حاجة حلوة ان هي للبلد تكون كده ويريد تتكرر تاني مبادرة انت الحياة والتي تواصلت على مدار ستة ايام وتنتهي الخميس يستفيد منها اكبر عدد من اهال القرية بمختلف الانشطة الثقافية والمجتمعية والطبية والتوعوية لبناء الانسان احمد الحسيني التلفزيون المصري